لما نعرف بالنسبة للتغيير في المحتوى الحراري خلينا نشرح بشكل سريع عنه بداية بالنسبة للتغيير في المحتوى الحراري أنا أريد أن أعرف التفاعلات وأنواعها من حيث التغيير في المحتوى الحراري فتقسم التفاعلات إلى نوعين من التفاعلات تفاعلات ماصة للطاقة وتفاعلات طاردة للطاقة تفاعل ماص وتفاعل طارد كيف دميزهم عن بعض حسنا بالنسبة للتفاعل الماص تكون الطاقة من ضمن المواد المتفاعلة يعني إذا كان عندي هون متفاعلات أو مواد متفاعلة بتكون زائد طاقة تمام وهي الطاقة تقاس بالجول أو الكيلوجول تعطينا شو نواتج أي تكون الطاقة من ضمن المواد المتفاعلة وهي الطاقة بتدل على شغلتين بتدل على أنه التفاعل ماص والشغل الثاني بتدل على قيمة الدلتا أتش تمام هسا بحكي لكم شوية الدلتا أتش بالنسبة للتفاعل الماص حسب قانون حفظ الطاقة الأصل أن تكون مجموعة الطاقة هون يساوي مجموعة الطاقة هون جميل فبالتالي ما دام هنا طاقة النواتج تساوي هاي الطاقة زائد طاقة المتفاعلات فبالتالي هون تكون طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات في التفاعل perfectly الماص فلذلك من أول ما أقول لكم أنا ماص شو آخر حرف في كلمة الماص يقولوا لي صاد ماص يعني صاد أخر إشي يعني من صغير لكبير إيش هو من صغير لكبير يعني لما أجي أن أرسم رسمة التفاعل الماص هذا المحور يمثل طاقة الوضع وهذا المحور يمثل سير التفاعل فلما أجي أن أرسم المنحنة تبعه ضروري جدا تتعلم رسمه لأنه أسهل طريقة اللي هي الرسم اللي هي بدأ أرسم من صغير إلى كبير من صغير لكبير بحيث هاي تمثل المتفاعلات هاي تمثل النواتج وأعلى طاقة يصلها التفاعل تسمى بيئة المعقد المنشط أعلى إشي سنام الجمل هذا اللي شايفينه تمام الآن على محور طاقة الوضع مقابل المتفاعلات تمثل طاقة وضع المتفاعلات مقابل النواتج طاقة وضع النواتج مقابل معقد المنشط طاقة وضع المعقد المنشط الآن الفرق في الطاقة ما بين المعقد المنشط والمتفاعلات يمثل EA أمامي أي طاقة التنشيط اللازمة لحدوث التفاعل الأمامي والفرق في الطاقة ما بين المعقد المنشط والنواتج نسمي EA عكسي أي الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل العكسي تمام؟ والفرق في الطاقة ما بين طاقة النواتج وطاقة المتفاعلات نسميها بالدلتة H والدلتة H يا أعزائي هون لها قانون واحد قانون الدلتة H هو دلتة H تساوي لهي H نواتج أي طاقة النواتج ناقص طاقة المتفاعلات دائماً بطرح طاقة النواتج من طاقة المتفاعلات فلما أحسب هون أطرح طاقة النواتج من طاقة المتفاعلات تطلع عندي هون قيمة الدلتة H قيمتها كم؟ تطلع قيمتها موجب لأنه رح أطرح كبير من صغير تمام؟ هذا بالنسبة للتفاعل شو؟ التفاعل المعص ومادام عندي طاقة المتفاعلات أقل إذن تكون E A أمامي أكبر طاقة المتفاعلات أقل E A أمامي أكبر يعني هون تكون في التفاعل المعص E A أمامي أكبر من E A عكسي هذه الدلالات كلها للتفاعل المعص وعكسة تماماً للتفاعل الطارد بحيث للتفاعل الطارد تكون الطاقة من ضمن المواد الناتجة يعني متفاعلات تعطيني نواتج زائد طاقة وهاي الطاقة زي هناك بتدل على شغلتين هاي بتدل على إنه التفاعل طالد لأنها من ضمن المواد الناتجة وبتدل على شو؟ بتدل على قيمة الدلتاتش وهون تكون طاقة المتفاعلات أكبر من طاقة النواتج ومادام أنا بحكي طارد يعني من كبير لصغير فالماس من صغير لكبير طارد من كبير لصغير شو يعني يا أستاذ من كبير لصغير؟ يعني لما أجي أرسم أنا رسمة المنحنة تبعة التغير في المحتوى الحراري بدلالة اللي هو طاقة الوضع وسيل التفاعل بدأ تكون رسمتي من إيش؟ من كبير لصغير من كبير بتاع على إيش؟ على إيش اللي هي المعقد المنشط لحد النواتج تمام؟ الآن هاي تمثل شو؟ تمثل المتفاعلات نفس الشي وهي تمثل النواتج وهي تمثل عفوا هاي تمثل المعقد المنشط وهي تمثل النواتج الآن يجي مثلا سؤال بيقول لي ما رمز أو ما دلالة الرمز C مثلا ديقول له متفاعلات تمام؟ طب لو جاب لي قال لي ألف هون بيقول له طاقة وضع لأنه هذا المحور يمثل طاقة الوضع تمام؟ فهون هذه ألف طاقة وضع المتفاعلات مقابل النواتج على طاقة الوضع يمثل طاقة وضع النواتج مقابل المعقد المنشط طاقة وضع المعقد المنشط لما أجي أن أحسب الفرق في الطاقة ما بين المعقد المنشط وطاقة وضع المتفاعلات اللي هي تمثل طاقة التنشيط اللازمة لحدوث التفاعل الأمامي الفرق في الطاقة ما بين المعقد المنشط والمواد الناتجة تمثل طاقة التنشيط للتفاعل العكسي والفرق في الطاقة ما بين المواد المتفاعلة أو طاقة المواد المتفاعلة والمواد الناتش اللي هي دلتاتش وهنا دلتاتش لما أحسبها أطرح النواتج من المتفاعلات يعني أطرحك صغير من كبير رح تطلع قيمة الدلتاتش شمالها سالبة فهون أيضا باستدل من خلالها أن طاقة المتفاعلات أكبر من طاقة النواتج إذن EA أمامي أقل من EA عكسي ففي التفاعل الطارد تكون EA أمامي أقل من EA عكسي هذا للتمييز ما بين التفاعلات المصصة والطاردة فمن خلال معطيات السؤال أنا لازم أعرف تفاعل مصصة طارد إما يعطيني الطاقة من ضمن المواد المتفاعل أو طاقة من ضمن المواد الناتجة أو من خلال طاقة أنه النواتج أكبر من متفاعلات أو المتفاعلات أكبر من النواتج أو من خلال الرسمة أو من خلال EA أمامي و EA عكسي أو من خلال دلتاتش إذا كانت موجبة مص إذا كانت سالوية طارد تمام لحد الآن؟ هاي النقطة الأولى النقطة الثانية لازم ناقشها لحل أي سؤال متعلق في هذا الموضوع اللي هو التغير في المحتوى الحراري شو لازم أساوي؟ أول خطوة بدي أعرف تفاعل مص ولي طارد معرفة التفاعل مص أم طارد طبعا من خلال المعطيات اللي حكينا عنها قبل شوي أي واحدة منهم بستدل إنه التفاعل مص أم طارد ثاني شغلة اللي هو رسم الرسمة هسا الرسمة فيش عليها علامات بس ضرورية إنه من خلالها أنا أوجد بدل ما أقول أحسب على قوانين أجمع واطرح ولا أطرح ولا أجمع ولا مش عارش واساوي خلاص من خلال الرسمة نعرف إذا مص أو طارد إذا مص خلاص من صغير لكبير تمام؟ إذا طارد من كبير إلى صغير شي يعني مصغير لكبير حكينا بيبلش موار متفاعلة قليلة بعدين بصير كبير من طارد يعني من كبير إلى صغير تمام؟ رسمت الرسمة ثالث شغلة اللي هي إيجاد المدلولات الثلاث إيجاد المدلولات الثلاث اللي هي أول إشي أتش متفاعلات لازم تكون معي طاقة المتفاعلات أتش نواتج طاقة النواتج وأتش معقد منشط اللي هي طاقة المعقد منشط وهون قد تكون بوجود أو بدون وجود عامل مساعد تمام؟ نرجع لرسمتنا شوي شايفين هنا رسمة التفاعل الماص والطارد الآن بدي أعرف أثر العامل المساعد بس العامل المساعد يعمل على شو؟ يعمل على التقليل من طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي والتقليل من طاقة التنشيط للتفاعل العكسي ويقلل من قيمة طاقة المعقد المنشط اللازم لحدوث التفاعل حيث التفاعل هون في التفاعل سواء كان أمص أو مطارد يقلل من ثلاث شغلات إيش يقلل؟ من طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي طاقة التنشيط للتفاعل العكسي وطاقة وضع المعقد المنشط طلع هون قلل من طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي والعكسي والمعقد المنشط جميل أسه شو صار عندي هون صار عندي بوجود وبدون وجود حيث بتلاحظوا هون طاقة التنشيط للتفاعل أمامي والعكسي قلت والمعقد المنشط أيضا قل ولكن طاقة المواد التفاعلة طاقة المواد الناس سواء كان تفاعل مص أم طارد بقية ثابتة ودلتا أج أيضا بقية ثابتة لم تتغير بوجود أو بدون وجود عام المساعد فبالتالي هون لما أنا يكون عندي عام المساعد فرقت معي بس بدي أوجد المعقد المنشط بوجود وبدون وجود من خلال المعطيات حيث هون لما أجي أحسب المعقد المنشط حكينا لازم أوجد بوجود وبدون وجود عام المساعد وعلى أساسها أنا إيش أحل السؤال وأوجدت المدولات الدولة الثلاث بصير السؤال عملية جمع وطرح سهل جدا